اشتركوا في القناة ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظم الجميع خصاله صل عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك قير الخلق كلهني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة في هذه الأيام العطرة أن يرزقنا حسن الفهم وحسن الخاتمة وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله أنت وسيلتي عند الإله المنعم الغفار بك أنعم الله الكريم على الورى ومحى بضحاك ليالي الكفار فامدد يمينك بالعطاء وبالندى وحب الفقيرة بفيضها المدرار أنت الذي ملأ الوجود بجوده والجود بعض خلائق المختار تعالوا بنا أيها السادة الأماجد في لقائنا هذا الكريم نسير حول خلق من أخلاق الصائمين خلق عظيم خلق سامي خلق عالي خلق يا ليتنا نطبقه في حياتنا اليومية ونحن في شهر عظيم للغاية شهر النفاحات والعطاءات والرحمات من صفة هذا الشهر أنه شهر الرحمات شهر تتنزل فيه الرحمات على العبيد شهر تفتح فيه أبواب الجنان بالرحمة أيضا وتغلق فيه أبواب النار والنيران وتغل فيه الشياطين أي وتصفد فيه الشياطين شهر لله في كل ليلة عتقاء من النار اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين كل هذا برحمة رب العالمين إذن تعالوا بنا نقف حول خلق الرحمة في هذا الشهر لنتعلم ليرحم الكبير الصغير والصغير الكبير ويرحم الضعيف القوي والقوي الضعيف ويرحم الإنسان الحيوان ويرحم بعضنا بعضا يا ليتنا نقف مع هذا الخلق وقفة تأمولية لأننا لو وقفنا مع هذا الخلق لتبين لنا أن هذا الكون وجد برحمة رب العالمين وأرسل ربنا رسوله الكريم رحمة للعالمين فقال في حقه الآية التي تحفظونها جميعا ونحفظها جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهنا الملاحظ ليس لعالم الإنس فقط أي للعالمين للعوالم كلها للعوالم كلها لعالم الإنس ولعالم الجن ولعالم النبات ولعالم الحيوان رسولنا الكريم جاء رحمة للعالمين لا لمن عايشه ولا لمن عاصره ولمن عاش في عصره وإنما يكون رحمة لمن جاء في عصره ولمن عايشه ولمن سيأتي للجن وللنس رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين